أكد زعيم التيار الصدرية سيد مقتدى الصدر أن وحدة الصف يجب أن تكون وفق الضوابط العامة الموافقة للقوانين السماوية والأحكام الشرعية والنظم الاجتماعية المتعرفة عند أهل الحل والعقد السيد الصدر عبر حسابه في تويتر أشار إلى أن وحدة الصف في غاية الأهمية إذا كانت تبنى على حب الوطن ونبذ التبعية وعلى الإصلاح الحقيقي ونبذ الفساد والتفرد بالمال لذو الوجاهة والمسؤولية مضيفا أن هناك فستاتين الأول مطالب بالوحدة بلا هدى والثاني مطالب بالوحدة يفق أسس ومعايير عقلية ودينية واجتماعية ووطنية وأخلاقية وبيّن السيد الصدر أن أبناء الحجد الشعبي غير محسوبين على الإطار أو التيار وأنهم يشاطرونه الرأي من طلب الوحدة وأنهم على استعداد لدفاع عن الإصلاح والحق المطلق وأنهم من العراق وإليه ولا يقبلون التبعية